تزايد شغف الدول للتحول في مجال الطاقة بعد أن أظهرت التقارير والدراسات مستويات التلوث غير المسبوقة التي أصبحت تهدد كوكبنا مما دفع بالشركات والحكومات لتبني مفاهيم واستراتيجيات جديدة تمكنها من مواكبة هذا التحول للمساهمة في الحد من الإنبعاثات الكربونية التي وضعت كوكب الأرض أمام كارثة وشيكة إذا استمر التلوث على وطرته الحالية ولتحقيق ذلك اتجه العالم خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الهيدروجين كأحد مصادر الطاقة المتجددة ومصدر الطاقة النظيفة الأمثل في مرحلة هجينة من وقود الطاقة المتوائم مع نظم وقوانين البيئة الجديدة التي تضم أيضا النفط والغاز وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا فإن اقتصاد الهيدروجين يمثل الحلقة المفقودة في بناء مستقبل الطاقة الصديقة للبيئة مع شروع أكثر من ثلاثين دولة ومنطقة في التخطيط لبناء علاقات تجارية ناشطة في القطع كما ينظر مصدر الوقود الأحفوري بشكل متزايد إلى الهيدروجين النظيف باعتباره وسيلة جذابة لتنويع اقتصاداتهم مثل أستراليا وسلطنة عمان والسعودية والإمارات التي تسعى لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية من خلال امتلاك حصة من سلسلة القيمة لسوق الهيدروجين الذي بحسب الوكالة لن يكون قادرا على إلغاء الحاجة للوقود الأحفوري ورغم أن الهيدروجين الأخضر يساهم في تعزيز مستويات استقلال الطاقة والاستقرار والمرونة ويتفادى تبعات تقلب الأسعار إلا أن توفير المواد الخام اللازمة لتقنيات الهيدروجين والطاقات المتجددة الأخرى وضمان سلاسة سلاسل الإمدادات تبقى التحدي الأبرز في هذه الصناعة إلى جانب التكلفة المرتفعة